بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي النهاردة إن شاء الله موضوع درسنا عن النشاط التعديني والصناعي في مصر الدرس ده هو الدرس التاني في الوحدة الرابعة أول حاجة لازم نعرف أن مصر فيها ثروات معدنية عديدة ومتنوعة منها المعادن الفلزية زي الحديد والمنجنيز والقصاص والكروم والذهب والمعادن اللي لا فلزية زي الأحجار والأملاح زي الجبس وملح الطعام والفوسفات ده كده اللي أنا قلت ده اسمه معادن سواء كانت فلزية أو لا فلزية يعني إيه فلزية؟ المعدن اللي بيطلق عليه معدن فلزي يبقى عن زي الحديد كده حاجة صلبة كده زي الحديد طب اللافل الزي بيبقى حاجة عاملة زي الأحجار كده طيب ده اسمها معادن طيب ده حاجة تانية بقى اسمها مصادر الطاقة مصادر الطاقة دي زي البترول والفحم والغاز التويني درسينا النهاردة بقى هنتكلم فيه عن المعادن اللي موجودة في مصر أشهر المعادن إيه اللي موجودة في مصر ومصادر الطاقة اللي برضو موجودة في مصر لازم نعرف هي فين أماكنها بنستخرجها منين بنجيبها منين وفي نفس الوقت احنا بنستخدمها في ايه يعني؟ طيب نبتدي بأول حاجة الثروة المعادنية الثروة المعادنية عندنا في مصر كتير جدا بتتعدد المعادن في مصر أول نوع من أنواع المعادن ألفل الزي عندنا هو خام الحديد خام الحديد موجود فين؟ في مصر موجود في الوحات البحرية منطقة أصمها منطقة الجديدة في الوحات البحرية وفيه مناجم حديد تانية كتير موجودة زي في البحر الأحمر وأسوان بس أشهر المناجم أشهر المناجم هي مناجم الجديدة بالوحات البحرية يبقى أنا أعرف دلوقتي خام الحديد أنا بجيبه منين؟ من المناجم الجديدة بالوحات البحرية تمام كده؟ تمام هدي أول معدن عندي وأنا هعرف المعدن وأعرف المعدن ده بجيبه منين؟ وأعرف مكانه كمان على الخريطة وهنشوف دلوقتي طيب يبقى الحديد بجيبه من الوحات البحرية في المناجم الجديدة طيب تاني حاجة المنجنيز المنجنيز بناستخرجه منين بنشوفه على الخريطة دلوقتي برده بيستخرج منه المنجنيز طيب المنجنيز ده مهم؟ اللي مهم جدا طيب بيستخدم في ايه؟ اللي بيستخدم في صناعة الحديد والصلب يستخدم في صناعة الحديد والصلب طيب حد يقول لي طيب يا مستر حرارك ما قلت لناش الحديد بيستخدم في الحديد بيستخدم في كثير من الصناعات منها مثلا صناعة الآلات صناعة المعدات التقيلة الصناعات الحديدية بشكل عام زي اطبن السكة الحديد وزي القطارات وغيرها يعني طيب المنجنيس بقى بيستخدم في صناعة الحديد وصل في صناعة الحديد وصل المعادن الثانية اللي موجودة في مصر المعادن أنا أتكلم عن المعادن الفلزية برضو عندي حاجة اسمها الكروم وده بيستخرجه من وادي العلاقي والذهب الذهب عندنا في مصر مناجم ذهب واسمها مناجم السكري وهناعرف مكانها بينت والحقيقة أن المناجم دي أو الذهب يستخرج في مصر من أيام الفرعنة من أيام الفرعنة في جبال البحر الأحمر في الصحراء الشرقين طيب تعالى بقى نخش على تاني نوع من أنواع المعادن وهو المعادن اللافل الزية والأحجار والأملاح اللي قلت لك يبقى عاملة زي الأحجار أهم معدن فيهم هو معدن الفوسفات معدن الفوسفات مصر بتنتج كمياء كبيرة جدا منه وبتصدره كمان للخارج طب أشهر الحقول بتاعته إيه؟ أشهر الحقول سفاجة والقصير وده أقدم منجم موجود في مصر يبقى عندي حقل سفاجة والقصير دول على صحل البحر الأحمر وعندي منطقة السباعية والمحميد في الواجه القبلي على ودي النين وعندي منطقة أو حقل أبو ترطور في غرب الوحات البحرية في الصحراء الغربية يبقى الفوسفات أنا بطلعه من ثلاث مناطق منطقة في الصحراء الغربية اللي هي أبو ترطور ومنطقة في الوادي في ودي النين اللي هي السباعية والمحميد ومنطقة على صحة البحر الأحمر وهي سفاجة والقصير طيب إحنا كده تكلمنا عن الحديد وتكلمنا كمان عن الفوسفات وتكلمنا عن الزهب يعني معادنة في الزية كلها زي الحديد وزي المانجنيز وزي الكروم وزي الزهب والمعادنة اللي هي في الزية تكلمنا عن الفوسفات وقلنا التلاث مناطق اللي بيستخرج منهم الفوسفات طيب عندنا برضو في مصر الجبس بيوجد في السحل الشمالي وملح الطعام ده بيستخرج من الملاحات المنتشرة على سحل البحر المتوسط والبحر الأحمر أيضا يبقى ملح الطعام يستخرج من الملاحات المنتشرة على سحل البحر المتوسط والبحر الأحمر طيب احنا بنستخرجه إزاي يعني هو ملح الطعام ده احنا بنلاقيه في الأرض عشان تقول عليه معادن لا مش بنلاقيه في الأرض بس هو نوع من أنواع المعادن اللافل الزية طيب الملح ده بيستخرج بطريقة اسمها طريقة التبخير الصيفي يعني إيه التبخير الصيفي؟ الملح بيترصب في مكان كده معين تمام؟ والمية بتتبخر فالملح اللي بيبقى موجود ده اللي احنا بنسميه كولوريد السوديوم ده بيتحول إلى ملح طعام بيتحول إلى ملح طعام آخر حاجة في المعادن اللافل الزية هي رمال الزجاج بتستغل في صناعة الزجاج وتصدر إلى الخارج في شكل إيه؟ خام رمال الزجاج هي بتستخدم من اسمها رمال الزجاج بتستخدم في صناعة إيه؟ الزجاج وإحنا بنصدرها إلى الخارج في شكل إيه؟ خام طب بنستخرجها من إيه؟ اللي بتنتشر في عدة مناطق في سيناء وفي الصحراء الشرقية وفي ودي الناطرون في الصحراء الغربية تمام؟ طيب عندنا معادن تانية قال لي عندنا معادن تانية كتير قوي بس المعادن اللي احنا قلناها دي هي أهم حاجة يعني مثلا عندنا رصاص وزنك ونحاس ومعادن كتير جدا زي الرخام والجرانيت والزلط والرمال السوداء والرمال البناء كل دي معادن سواء كانت معادن في لزية أو لا في لزية موجودة في مصر لكن أهم المعادن اللي احنا قلناها دلوقتي طب تعالوا نعرف مكانها فين على الخريطة ودلوقتي بقى هنعرف أماكن كل معدن من المعادن موجود فين على الخريطة بالزرط أول حاجة اتكلمنا عنها كانت الحديد وقلنا الحديد موجود في الوحات البحرية ودبال البحر الأحمر في سلاسل دبال البحر الأحمر طيب فين بقى مكان الوحات البحرية أهي مكتوب عليها الوحات البحرية وده أهم مكان بيستخرج منه الحديد طيب ثاني حاجة المنجنيز قلنا المنجنيز بيستخرج من أم بجمع أهي في شبه جزيرة سيناء وبرضه بيستخرج من جبل علبة في سلاسل دبال البحر الأحمر يبقى الحديد من الوحات البحرية المنجنيز من أم بجمع طيب الكروم بيستخرج من جبل علبة وفي جنوب هنا كده ووادي العلاقي وادي العلاقي أبو ترطور أهو الصحراء الغربية السباعية والمحميد الاتنين جنب بعض على ودي النين وسفاجة والقصير على سحل البحر الأحمر وبرضو الاتنين جنب بعض يبقى احنا عرفنا كده مكان الفوسفات أبو ترطور أهو والسباعية والمحميد على ودي النين وسفاجة والقصير على سحل البحر الأحمر نيجي لرنال الزجاج بيستخرج منين؟ من وادي او توجد فين؟ في وادي النترون في شمال الصحراء الغربية زي ما احنا شايفين دلوقتي على الخريطة وادي النترون طيب ندخل بقى على تاني جزء من اجزاء الدرس بتاعنا وهو الثروة سوري مصادر الطاقة ثانيا مصادر الطاقة مصادر الطاقة هنتكلم فيها عن ثلاث حاجات الفحم والبترول والغاز الطبيعي اول حاجة الفحم الفحم يوجد في مصر في منطقة شمال سيناء في منطقة شمال سيناء فين في شمال سيناء؟ قال لي في ثلاث جبال كده جنبه بعض جبال قبابية زي جبل المغارة والجدي والحلال ادي الثلاثة دول بيستخرج منهم الفحم في شمال ايه؟ سيناء طيب ادي الفحم طيب تعال بقى نشوف البترول البترول بيستخرج البترول في الحقيقة من نوعين من الحقول في حقول بحرية وحقول برية الحقول البحرية في خليج السويس زي حقل مرجان وبلعين يبقى انا عندي في خليج السويس عندي حقلين في خليج السويس عندي حقلين الحقلين دول بحريين يعني من البحر زي مرجان والبلعين مرجان وبلعين طيب من حقول البرية بقى عندي عندي الحقول البرية زي حقل حقل صدر وعسل وبرديس ودول برضو موجودين بس على جانباي خليج الايه؟ السويس طيب في الصحراء الغربية فيه اللي اه طبعا فيه حقول في الصحراء الغردية زي حقل ابو الغراديق وده اشهر حقل فيه ابو الغراديق طيب مصر بتنقل البترول داخليا عن طريق خط بترول اسمه خط صمد اسمه خط ايه؟ صمد ينتقل البترول في مصر من السويس لسكندرية بواسطة خط صمد بطول 200 كيلو 200 كيلو عشان يوصل لميناء سيدي كرير عشان يوصل لميناء ايه؟ سيدي كرير طيب تالت حاجة من انواع مصادر الطاقة في مصر الغاز التطبيعي الغاز التطبيعي في الحقيقة مصر بتنتج كميات كبيرة جدا من الغاز لدرجة ان احنا بنصدره طيب ومن اهم حقول الغاز بقى حقل ابو ماضي ده شمال الدلتا حقل ابو ماضي وبرضه حقل ابو الغراضيك اللي موجود في الصحراء الغربية طيب اهمية الغاز ايه؟ ان الغاز بيستخدم كمصدر للطاقة النظيفة يعني هو اقل تلويسا للبيئة من الفحم ومن البترول كمان بيستخدم في الصناعات البترو كيموية وايضا يستخدم في المنازل كبديل للبوتاجاز كما يستخدم ايضا قوقود للسيارات ده برضو بعض العربية بتمشي بالغاز فالغاز دي اهمية كبيرة جدا حتى ان في العصر الحديث ابتدى الدول تتجه في استخدامها نحو الغاز كبديل للبترول لان الغاز اقل تلويسا للبيئة طبعا ورخيص التمن مقارنة بالبترول وسهل النقل كمان طيب احنا كده اتكلمنا عن المعالم وعن مصادر الطاقة ووجود مصادر الطاقة في مصر بشكل كويس ومنها ما يصدر للخارج زي الغاز الطبيعي لكن لازم نعرف فين اماكنها على الخريطة تعالوا نشوف كده اماكنها على الخريطة فين واهم حقول البترول والفحم والغاز الطبيعي على خريج مصر نبتدي باول حاجة عندنا البترول وانه ان البترول موجود في منطقة خليج السويس زي ما احنا شايفين ادي ده كده اسمه خليج السويس طيب في حقول بحرية زي حقل بلعين اهو بلعين تمام؟ وحقول برية زي سدر وعسل زي سدر وعسل تمام كده ودول على جانبي خليج السويس طيب وقلنا انه موجود كمان في الصحراء الغربية بس اهم حاجة المنطقة بتاع الخليج السويس طيب نيجي بقى لخط سومد زي ما احنا شايفين كده على الخريطة خط سومد بيتصل او بينقل البترول من السويس لسكندرية اهو بطول 200 كم ده اسمه خط سومد طيب نتكلم عن تاني حاجة الغاز الطبيعي وقلنا الغاز الطبيعي موجود بحقل ابو ماضي اهو شمال الدلتة حقل ابو ماضي شمال الدلتة وايضا موجود في ابو الغرضيق او في الصحراء الغرضية وقلنا الفحم موجود في شمال سيناء في تلت جبال المغارة وهنا كده في جبل اسمه الجدي وهنا الحلال يبقى المغارة والجدي والحلال ليستخرج منهم الفحم في شمال سيناء طيب دلوقتي بقى هنتكلم عن تنمية الثروة المعدنية في مصر طيب السؤال بيجي ازاي يجي السؤال يقول ما هي مقترحاتك لتنمية الثروة المعدنية في مصر او اذكر جهود الدولة مثلا لتنمية الثروة المعدنية في مصر انا عايز اكتر الثروة المعدنية اوانانية هعمل اول حاجة البحث والتنقيب عن معادن جديدة ان انا ابتدى ادور على معادن جديدة وعلى مناجم جديدة لسه ما اكتشفتها طيب رقم اثنين تنمية الانتاج في مناطق الانتاج الحالية ان انا ازود الانتاج في مناطق اللي موجودة عندي دلوقتي المناجم الموجودة عندي دلوقتي ثالث حاجة استخدام الاسلوب العلمية الحديثة والتكنولوجية المتقدمةそうですね استخدام الاسليب الحديثة يبقى عندي ثلاث مقترحات البحث عن معادن جديدة تنمية الإنتاج الحالي واستخدام الاسلوب العلمية الحديثة طيب ثاني حاجة هنتكلم عنها في درسنا احنا تكلمنا عن المعادن ومصادر الطاقة طيب النشاط الصناعي النشاط الصنوعي بقى الحقيقة ان مصر عرفت الصناعة منذ نهاية القرن التسعة واشر في عهد محمد عائد ومن التاريخ ده ولحد الوقت الحاضر شهدت مصر تطور في الصناعة وبردو تأثرت بالأوضاع السياسية المحيطة وبعض العوامل الأخرى وان الصناعة الحقيقة تتطلب عدة مقاومات يعني حاجات تساعدها ايه هي المقاومات بتاعت الصناعة رحم any نوعين فيه مقاومات طبيعية и مقاومات بشرية المقاومات الطبيعية بütün المواد الخام ومصادر الطاقة المواد الخام اللي انا بجيبها من الطبيعة بدي حاجة طبيعية ربنا هو الي جدي هامي منها هم Kennedy مواد خام زراعية زي الأكل مثلا ملابس او هياونية كالجلود او هيا draining أي شئة definesل كالجلد وفيه مواد خام معدنية مثل الحديد مثلا مصادر الطاقة مصادر الطاقة نوعية منها متجددة ومنها غير متجددة يبقى مقاومات الصناعة الطبيعية عند حج custody المواد الخام هي رقم 1 المواد الخام ورقم 6 مصادر الطاقة طيب قالنا المواد الخام في منها 3 حاجات زراعية مثل القطن حيوانية مثل الجلد معدنية مثل الحديد طيب عندي مصادر الطاقة قالنا نوعين متجددة وغير متجددة متجددة وغير متجددة طيب العمل البشرية أو مقاومات الصناعة البشرية قال لي مقاومات الصناعة البشرية دي تتمثل في ثلاث حاجات الأيد العاملة الأيد العاملة ورأس المال قد يرقم اثنين والسوق ثلاثة والنقل والمواصلات رقم اربعة يبقى انا قلت ايه العوامل الطبيعية المواد الخامة ومصادر الطاقة رقم واحد ورقم ستة العوامل البشرية الأيد العاملة والنقل والمواصلات ورأس المال والسوق طيب احنا كده اعرفنا ايه هي العوامل اللي بتخليني اصنع طب ايه هي الصناعات الرئيسية بقى اللي انا بصنعها في مصر ايه هي اهم الصناعات الرئيسية في مصر طيب انا عايز اعرف اهم الصناعات بس اعرف اسمها يعني الصناعات الحديثة اللي موجودة في مصر او الرئيسية في مصر هي واحد الصناعات الغذائية اتنين الصناعات الكيموية والبترولية الورقية الصناعات الايه الغذائية اتنين الصناعة الكليموية والبترولية والورقية ثلاثة صناعة مواد البناء والحراريات مواد البناء زي الطوب وكده طيب بعد كده رقم اربعة الصناعات الهندسية والكهربائية وصناعة الاخشاب والجلود وصناعة الغزل والنسيج وصناعات المعدنية دي اشهر الصناعات اللي موجودة إيه؟ في مصر يبا احنا قلنا سبع أنواع من الصناعات الموجودة في مصر طيب يعني انا كده عرفت ايه هي؟ عوامل قيام الصناعة وإيه هي أهم الصناعات اللي بتكون في مصر ه فيه حاجات بقى بتوعيق حركة الصناعة إيه هي بقى معوقات أو الحاجات اللي بتعطل الصناعة عندنا في مصر عندنا تمان حاجات أول حاجة نقص بعض المواد الخامة المواد الخامة مش كلها متوفرة طيب ثمين صعوبة منافسة المنتجات الصناعية العالمية يعني المنتج المصري بيبقى صعب عليه ينافس المنتج العالمي سواء كان من حيث الجودة أو من حيث السعر طيب ثلاثة ضعف السوق المحلي ضعف السوق المحلي السوق المحلي فيه انخفاض للأجور وانخفاض مستوى للمعيشة فبالتالي الجودة اللي بتبقى مقدمة ما بتبقاش يعني مناسبة طيب أربعة سياسة الإغراق التي تمارسها بعض الدول الخارجية مثل السي هيا في بعض الدول الخارجية بتنزل كميات صناعات وبأسعار رخيصة جدا في مصر زي الحاجات الصينية اللي احنا بنشوفها في الأسواق طيب الحاجات دي أصلا بتخليك انت سعرها رخيصة موجودة كتير جدا فانت عشان تسمح حاجة زيها بيبقى صعب جدا الموضوع بيبقى صعب بيبقاش يعني سهل طيب رقم خمسة ناس من المستثمرين كتير جدا من رجال أعمال بيعزف عن الاستثمار في مجالات الصناع يعني واحد رجل أعمال عايز يستثمر فلوسه يقول لك أنا مش هعمل مصنع مش بيكسب كويس عشان فيه منتجات كتير من الخارجية بتنافس الصناع المصري فأنا هستثمر الأموال دي في أي حاجة تانية سواء كانت بقى سياحية أو غيرها يعني طيب رقم ستة نقص العمالة الماهرة نقص العمالة الماهرة العمال الكويسين وليلين طيب سبعة الاعتماد على استيراد الآلات الآلات اللي احنا بنستخدمها في الصناع تقريبا معظمها آلات مستوردة بنجيبها من بره ما بنصنعاشنا في مصر طيب فيه عدد كبير ودي آخر حاجة رقم تبانية فيه عدد كبير جدا من المصانع في مصر بيعتمد على آلات قديمة فبالتالي المنتجات بتاعته ما تبقاش منتجات مناسبة لا من حيث الجودة ولا من حيث السعر طيب ايه هي بقى مقترحات حضرتك عشان نزيل كل المعوقات دي او ايه هي جهود الدولة للنهود بالصناعة بوسسي رقم واحد ادخال صناعات حديثة زي تجميع السيارات زي البترو كيميات ودي بتادينا نعملها فعلاً في مصر والالكترونيات حاجة الموبايل والحاجات دي طيب اتنين رفع الجمارك على الواردات من الصناعات الاجنبية اللي بتنافس الصناعة المصرية يعني الحاجات اللي بتجينا من بره يدفعوا جمارك كتير عشان يبقى السعر منافس يبقى السعر بتاعنا منافس للأسعار بتاعتهم يبقى رفع الجمارك على الحاجات المستورضة الحاجات اللي انا بجيبها من بره طيب رقم ثلاثة ان انا اطور المناجم المناجم دي بتديني ايه مواد خام زي الحديد مثلا وزي المنجنيز وزي الفوسفات وغيرها اطورها عشان تسد حاجة المصانع تديني مواد خام اكتر عشان اقدر اصنع بشكل اكبر طيب اشجع المستثمرين في مجالة الصناعة اقدم لهم تسهيلات طيب رقم خمسة التوسع في التدريب لتوفير عمالة ماهرة ان انا اعمل مشروعات تنموية اضر بالعمال عمالة عشان يبقى عندي عمالة ماهرة في مصر طيب اخر حاجة رقم ستة تشجيع العاملين بالصناعة طيب اشجعهم ازاي ارفع لهم الابور وزود لهم الحوافز وبكده يبقى انتهت درس بتاعنا بالتوفيق للجميع شكرا